أهلا وسهلا بحضرتكم كان أختنا الفاضلة بتسأل الأستاذة مها لما يكون الإنسان عنده أمر عايز يسأل الله قضاء الحاجة فيه هل يقرأ البقرة ولا يقرأ يسين ولا يقرأ الأنبياء يعني عموما إذا بنقرأ القرآن عموما ونسأل الله بحق هذا القرآن العظيم ونسأل الله ما نشاء الأمر يعني ما فيش منه مانع ولكن طبعا هو ورد في فضل صورة يسين وهي حتى من الأثار الوردة في حديث مرسل عن عطاء أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه من قرأ يسين صدر النهاري قضية حوائجه وورد هذا وجاء هذا الأثر وأيضا من المجربات من العلماء والعارفين أنهم كانوا بيقرأوا سورة يسين ولما يبقوا فيه شيء بقى عايزين بإلحاح يقرأوا يسين سبع مرات مع حسن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله قضاء حوائج أصحابها ترجمة نانسي قنقر